اشتركوا في القناة مع طلوع الفجر من مطار البطين في أبوظبي ثم عاد وحط فيه بعد التحليق ساعة إن كانت تقسو مناسبا سنطير نهاية الأسبوع وسنحلق شرقا لمسافة 35 ألف كيلومتر إلى أن نعود مجددا إلى هنا وتسير الطائرة بسرعة متوسطة تناهز 100 كيلومتر في الساعة وهي بالرغم من أجنحتها العملاقة التي تتجاوز من حيث طولها أجنحة طائرة بوينغ 747 لا تحمل إلا طيارا واحدا ولا يزيد وزن مقصورتها عن وزن سيارة وبالتالي سيتناوب بيكار وبيرشبرغ على قيادتها في كل محطة هذه المنطقة من الشرق الأوسط تعد أفضل مكان للانطلاق في هذه الرحلة إذ أنها تسمح لنا بالتحليق فوق الهند والصين في فترة مبكرة وبالعودة خلال الصيف في ظل تقس جيد نسبيا وبعد أبو الظبي تتوقف الطائرة في سلطنة عمان ثم في أحمد أباد وفرناسي في الهند ثم في مندلاي في بورما ثم في شونكينغ ونانجينغ الصين ثم تتجه الطائرة عبر المحيط الهادئ إلى هواي ومن ثم إلى ثلاثة مواقع في الولايات المتحدة بما في ذلك مدينتين في نيكس ونيويورك حيث ستجري الطائرة محطة رمزية في مطار جي أفكاي وبعد ذلك تعبر الطائرة المحيط الأطلسي في رحلة تاريخية أخرى قبل أن تتوقف في جنوب أوروبا أو شمال إفريقيا بحسب المعطيات المناخية ثم تعود إلى أبو الظبي ترجمة نانسي قنقر